بشكل رسمي اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل مكهون عن انتهاء عملية برخان العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل الافريقي وذلك بالبدء بخفض عدد القوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات الارهابية في منطقة الساحل في غرب افريقيا القرار الفرنسي يأتي بعد ايام من اعلان سيطرة القائد العسكري اي سيمي جويتا على السلطة في مالي عقب الاطاحة برئيسها للمرة الثانية خلال تسعة اشهر العملية التي وصفها ماكرون بانها انقلاب على الانقلاب في منطقة اعتراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالانقلابين نعلن انتهاء عملية برخان العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل الافريقي كونها عملية خارجية وندعو الى تشكيل قوة دولية جديدة تعود قواتنا هناك واود ان اعرب عن اسفنا لاعتراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالانقلابين الذين شهدتهم مالي خلال اقل من سنة عملية برخان الفرنسية في افريقيا هي عبارة عن نشر اكثر من خمسة الاف عسكري فرنسي لمساعدة دول الساحل الضعيفة التجهيز في مكافحة المسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش ودعم جيوش دول الساحل وهي تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وكانت فرنسا قد اعلنت عن تجميد عملياتها المشتركة مع الجيش المالي بعد الانقلاب الثاني وطالبت بتنظيم انتخابات وتسليم السلطة لمدنيين خلال العام المقبل اشتركوا في القناة